نريد أن نعرف مشاهدينا عن ترسانة حزب الله العسكرية لدى الحزب ما يصل إلى 150 ألف صاروخ وقذيفة يمكنها ضرب العمق الإسرائيلي وفق وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ماذا يملك حزب الله؟ يملك أيضا طائرات مسيرة مجمعة محليا من طرازي أيوب ومرصاد وصواريخ مضادة للدبابات والطائرات والصفن وقذائف دقيقة أما مورد الأسلحة الرئيسي لحزب الله هي إيران لأن معظم هذه الأسلحة هي إيرانية وأيضا هناك أسلحة روسية وأسلحة صينية أما أنواع الصواريخ الإيرانية فهي رعد وفجر وزلزال فلق اثنين وطبعا الكاتيوشا وتتميز طبعا بحمولة أقوى هذه الصواريخ ومدى أطول من صواريخ الكاتيوشا التي نتابعها أيضا بهذه الصورة هي أكبر تغيير حقيقة في ترسانة الحزب منذ 2006 وهو التوسع في أنظمة التوجيه دقيق لديه أيضا تقديرات المخابرات المركزية الأمريكية كشفت أن عدد المقاتلين بلغ 45 ألفا وأن 20 ألفا منهم هم متفرغون فقط للحزب لكن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أشار إلى أن لدى الحزب 100 ألف مقاتل ترجمة نانسي قنع